عايزة أرجع لحضراتك أستاذة فاتن إلى أي مدى شايفة أنه الدراما نجحت في أنها تحدث تغيير في الصورة النماطية للمرأة المصرية وإحنا بنتناول قضايا بعينها زي الورث وأنه في حتة معينة ما بيردوش يورثوا ستة ويمكن ده لسه موجود في أماكن كتير يعني ومسألة يعني لو بنتكلم على الأرامل وكمل مشاكل اللي بيتعرضوا لها ويمكن النجم مونة زاكي بتتعرض في مسلسلها السنة دي تحت الوصاية للقضية دي شايفة إلى أي مدى الدراما نجحت في أنها تحدث تغيير وحراك في هذا القطاع إذا سأخذ من كلام حضرته على أن فيلم أريدو حلن أريدو حلن كان فيه مشكلة كبيرة جدا بتقابل المرأة المصرية في حالة لما بترفع قضية طلاق من الوقت وإزاي أنها تحصل على هذا الطلاق قدرت السيدة فاتن حمامة أنها تعرض حضرتك هذه المشكلة بشكل كبير جدا حركت فعلا المسؤولين على أنه ممكن أنها تقعد أربع سنين عشان ترفع دعوة قضائية أنها تحصل فيها على الطلاق سبب بعد الفترة تكتشف أنها لسا وقفة في نفس نقطة السفر التي كانت موجودة فيها هذا خلق أنها حضرتك المسؤولين يبدأوا ينتبهوا لحاجة زي كده وابتدأ أنه يطلع قانون الخلع الذي هو من حق المرأة أنها تقوم برفع دعوة قضائية علشان تحصل على الطلاق في فترة صغيرة كذلك كان فيه مسلسل أنا أعتقد المسلسل ده لأهمية كبيرة جدا كان على المجتمع كان بتاع صفاء أبو الصعود في المسلسل كان هي والمستحيل هي والمستحيل دي كانت قضية قضية صراحة كانت المجتمع بيعاني منها اللي هي المفروض اللي هي البنت بتعود في البيت ما بتكملش تعلمها الأسرة شايفة أن البنت يعني مش ضروري أن هي تتعلم ولكن الولد هو اللي هو حق التعليم بعد كده هو لقيت أن حياتها أن الزوج حتى كمان اللي اخترها اخترها عشان ظروف معينة وقت ما تقلص من هذه الظروف ابتدأ أن هو كمان يتقلص من هذه الزوجة عرفت قد إيه قوة التعليم أن التعليم هو اللي باقي بالنسبة لها علشان تقدر أن هي فعلا تربي ابنها حياة تربير تربية صحيحة المسلسل بتاع فاتن أمال حربي بتاع السنة اللي فاتن تعرض قضايا حضرتك فعلا نحن المحاميين بنعاني منها في أروقات المحاكم احنا عندنا حضرتك علشان تيجي ترفع دعوة قضائية بتاخده فيه طول للإجراءات القانونية فيه يعني قيمة النفأ اللي بتطلع لا تصور قيمة الاقتصادية الحقيقية لما بيبقى فيه تحايل حضرتك من الزوج على أن هو بيغير عنوان المسكن بتدوخ المرأة علشان أن هي تطلع حضرتك العنوان بيها غير كده عليها عبء الإثبات في كل المحاكم عليها عبء الإثبات الدخل بتاع الزوج عليها عبء الإثبات اللي هو حضرتك محل السكن بتاعه عليها عبء الإثبات على أن هو ما عندهوش يعني يقول لها الزوج المفروض أن الزوج لو الأم موجودة وما لهاش معايش ممكن أن هي كمان تدخل كل ده هو فيه ونشوفه عوالينا عشان كده كنا يعني شايفين أنه حديث سيد رئيس عبدالفتاح السيسي عما سألت صندوق الدعم لأسر المصرية المتضررة من قضايا الطلاق ده شيء مهم جدا 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 شكرا للمشاهدة